اشتركوا في القناة وفتح معبر الدبدا بالحدود قرابة ثلاثين مدينة مغربية على موعد مع احتجاجات شعبية ضد التطبيع مع الكيان السهيوني عشية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ايران والقوى الكبرى في اخر محاولة لانقاذ الاتفاق النووي بيفيين مؤشرة الاقتصاد للمغرب تتهاوى وارتفاع المديونية الخارجية تدفع البلاد نحو الاستدانة ونتابع ايضا رعب المتحور الجديد اوميكرون يشتاح العالم فهل ستصمد امامه اللقاحات الى التفاصيل قام وزير الداخلية الليبي خالد التجان مازن بزيارة رسمية للجزائر استغرقت يوما واحدا وشكلت مناسبة للتباحث حول سبول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات ذات الاهتمام المشترك وخلال الزيارة كشف الوزير الليبي عن تنصيب لجان تقنية لدراسة عدة نقاط بينها تدريب عناصر الشرطة ومراعاة مصالح رعاية البلدين اللقاء بحسب بيان للداخلية الجزائرية خصصة لبحث اعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة النقل حدثت أنا وصديقي وزير الداخلية سيد كمال على كيفية التعاون مع أخواننا في الجزائر في ما يخص وزارتي الداخلية هناك لجان فنية بين الوزارتين عندنا أو لدينا مجموعة من النقاط اللي تحدثنا فيها من حيث تدريب العناصر الشرطية ومراعاة الإخوان الليبيين اللي موقيمين في الجزائر وكذلك النظر في ظروف الجزائريين اللي موجودين عننا في ليبيا أيضا تحدثنا بشان إعادة فتح المعابر الحدودية بين البلدين لتسهيل حركة البضايع وحركة المواطنين سواء كانت السلعة الليبية أو السلعة الجزائرية فتطبق الأرى في كثير من الملفات واتفقنا أن ندعم التنسيق مستقبلا ونذهب إلى بعض الأمور الملموسة في الميدان كمثلا فتح المعابر الحدود للدبداب تكلمنا عليه كثيرا ولكن نظن حان الوقت أن السلعة ما بين البلدين يعني تدخل وتحج تكلمنا على التكوين تكوين في مجالات مجالة الشرطة مجال الحماية المدنية مجال إدارة إلى آخره المهم التنسيق متواصل ما بين الوزارتين خدمة للبلدين وخدمة للشعبين تتزايد المخاوف في ليبيا بشأن مستقبل الانتخابات الرئاسية معركة الطعون تتجه لاستبعاد أحد أبرز المترشحين ويتعلق الأمر برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد دبيبة الذي يواجه طعونا مرفوعة ضد ترشحه في حين لم تظهر معطيات جديدة بشأن الأحكام القضائية ضد ترشح خليفة حفتر في خطوة مفاجئة محكمة الاستئناف بطرابلوس تقبل طعنا ضد ترشح عبد الحميد دبيبة للانتخابات الرئاسية الليبية وهو الطعن الذي تقدم به عدد من المنافسين له أبرزهم وزير الداخلية السابق فتح باشاغا محطة تأتي لتضع دبيبة على مرمى حجر من إبعاده عن الاستحقاق الرئاسي مع حقه في الاستئناف فيما لا تبرز طبيعة الاعتراضات التي استندت إليها المحكمة عند قبولها الطعن ضد دبيبة إذا ما تعلقت بجدل المادة الثانية عشر من قانون الانتخابات أم غير ذلك بالمقابل محكمة سبهة الابتدائية تؤجل البتة في طعن سيف الإسلام القذافي ضد قرار استبعاده من السباق الرئاسي وإذا كان عدم اكتمال الهيئة القضائية المبرر الذي علق على مشجابه تأجيل جلسة النظر في الطعن فإن الخطوة تصنف بحسب نجل القذافي في خانة امتناع القضاة عن عقدها ما جعل محاميه يغادرون قاعة المحكمة ذلك أن مدة النظر في الطعن المقدم والمحددة بـ 48 ساعة قد تم استنفاذها وفق ما تنص عليه إجراءات مفودية الانتخابات وفي وقت لم تبرز معطية جديدة حول مآلات دعاوى المدعي العام العسكرية والحكم الصادر عن محكمة مصراطة بعد ترشح خليفة حفتر كان جهاز المباحث الجنائية قد دعا مفودية الانتخابات خلال الساعات الماضية إلى استبعاد حفتر من قائمة المترشحين للانتخابة الرئاسية بناء على أوامر الضبط والإحضار السابقة الصادرة بحقه زخم اعتراضات ضد ترشح حفتر لم يسهم لحد الآن في تعثير طريقه نحو استحقاق الرابع والعشرين ديسمبر في شأن آخر تعتزم 27 مدينة مغربية لاحتجاج اليوم الاثنين ضد التطبيع استجابة لنداء وجهته الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع وقالت الجبهة في بيان لها إن التظاهرات تتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني من جانب آخر نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفة شعبية أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباطة تحت علوان مع المقاومة ضد التطبيع مع الصهاينة وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتصديا لأجندات الاختراق الصهيوني في المنطقة ويعتبر الناشط السياسي المغربي علي الهروشي خنوع وخضوع النظام المغربي للكيان الصهيوني الغاصب وتوقيع اتفاق أمني معه هدفه الجوسسة لصالحه مقابل الحماية الاتفاقية العسكرية والاتفاقية الأمنية هي أساسا مبنية على اعتبار المغرب جاسوس للكيان الإسرائيلي مقابل أن تبقى القبيلة العلوية على العرش هذا هو المشروع الإسرائيلي الصهيوني في المنطقة فالديكتاتورية العلوية تاريخيا كانت خائنة لأنها جاءت بالحماية الفرنسية من أجل ضمان بقائها على العرش ولكن عندما شعرت بأن الدعم الفرنسي بدأ ينقص هي التجأت إلى الكيان الإسرائيلي لضمان الحماية من جديد وبشأن ما يريده الكيان الإسرائيلي من وراء الاتفاق الأمني مع نظام المغربي يجيبه الناشط والسياسي المغربي علي الهرش من العاصمة الهولندية أمستردام في الإشكال الآن ماذا يريد الكيان الصهيوني الإسرائيلي بمنطقة شمال إفريقيا الهدف الأساسي هو الجزائر أولا لأن الجزائر هي الدولة الوحيدة التي لم تمس إلى حد الآن الكيان الصهيوني قبل أن يصل إلى هذه الاتفاقيات الكيات حاول وضع مختط وهو تدمير جميع الرؤساء الزعماء الذين سي Hay besonders أن يعرضوا التتبيع مع الكيان الإسرائيلي ضمر وليبيا معمر القدافي لأنه لن يقبل بالتطبيع ضمروا سittام حسين لأنه لن يقبل بالتطبيع ضمروا حسن مبارك لأنه لن يقبل بالتطبيع ضمروا زين العابدين بن علي لأنه لن يقبل بالتطبيع دمروا علي عبدالله صالح لأنه لن يقبل بالتطبيع ودمرواهم على طريقهم لتدمير بشار الأسد ولكن أقول لكم بأن هدف الصهاينة هو تدمير الجمهورية من الداخل كي لا تنتفض ضد التطبيع وإعادة تركيبها وبناء جسد سياسي يحكم المناطق ويقبل بالتطبيع ولكن الجزائر لم تسقط في هذا الفخ بعض ولهذا السبب استعملوا المغرب استعملوا الدكتاتورية العلوية من أجل تدمير الجزائر هذا وقالت حركة فتح الفلسطينية إن اتفاقيات التطبيع بين الاحتلال الإسرائيلي والمغرب تشكل طعنة في خاسرة القدس التي يرأس العاهل المغربي لجنتها منذ قرابة نصف قرن من الزمن واستنكرت الحركة في بيان لها قيام وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بني جانت بزيارة المملكة المغربية متسائلة عن جدوى التطبيع والاتفاقيات الأمنية في هذا التوقيت بالذات وكانت حركة حماس الفلسطينية قد أدانت من جهتها بشدة توقيع النظام المغربي العديد من الاتفاقيات مع الكيان الإسرائيلي معتبرة أن الخطوة لا يمكن تبريرها تحت أي أهداف أو ذرائع منوهة في السياق بدور الشعب المغربي في نصرة الأقصى المبارك ودوره المعهود تجاه الفلسطينيين وصفة التطبيع المغربي الصهيوني بالانتكاسة نحو العدو الصهيوني اقتحم رئيس والاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد الحرم الإبراهيمي الشريف برفقة مستوطنين في المقابل أدانت الخارجية الفلسطينية مخططة لاحتلال لاقتحام المسجد الإبراهيمي معتبرة الخطوة احتضانا رسميا لإرهاب المستوطيني اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أقر سنة أربع وسبعين من القرن الماضي التاريخ الذي اختر للإشارة إلى قرار تقسيم فلسطين إلى دولتين يتزامن هذه السنة مع زيارة استفزازية من رئيس الكيان إلى الحرم الإبراهيمي بالخليل لإشعال الشمعة الأولى لعيد الأنوار اليهودي المزعوم الزيارة تضاف إلى الاقتحامات المتكررة المزيد الأقصى ومحاولات تهويده والاضطهادات المتزايدة على الفلسطينيين ناهيك عن ارتفاع وطيرة الاستطان والتطبيع الدولي هو رسالة تهويد للحرم الإبراهيمي تجشين شيء غير معروف اليوم من قبل رئيس دولة الكيان للحرم الإبراهيمي نحن في وزارة الأوقاف نستنكر ونشجب كل هذه الإجراءات ونقول أن التاريخ ثابت الخارجية الفلسطينية حملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاعتداءات على الحرم الإبراهيمي ونتائجها على الأمن في المنطقة وصفة اقتحام الحرم الإبراهيمي بمثابة احتضان رسمي لإرهاب المستوطنين الفعالية السياسية الفلسطينية وفصائل المقاومة طالبت المجتمع الدولي بإيجاد آليات فعالة بدل التنديد مشيرة إلى أن الاحتلال يتعمد فرض سياسة الأمر الواقع ضاربا بعرض الحائط عشرات القرارات الأممية التي تجبره عن العدول على سلوكياته وحتى تواجده في أرض لا يملكها حل رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق السعيد شنغريحة بجمهورية مصر العربية في زيارة رسمية يحضر خلالها معرض الدفاع إذاكس 2021 في دورته الثانية وذكر بيان وزارة الدفاع الجزائرية أن زيارة الفريق شنغريحة إلى القاهرة تندرج في إطار تعزيز التعاون بين الجيش الجزائري والقوات المسلحة المصرية وستكون فرصة لبحث المسائل محل الاهتمام المشترك أعلن الجيش والسوداني عن مقتل ستة من عناصره في هجوم شنته القوات الإثيوبية على منطقة فشقة الزراعية الواقعة في المنطقة الحدودية بين البلدين يعود التوطر الحدودي بين السودان وإثيوبيا من جديد على مستوى منطقة الفشقة الصغرى الصرع القائم منذ عقود حول هذه الحدود وصلت حدته في الساعات الماضية إلى مواجهات واشتباكات أدت إلى مقتل ستة جنود سودانيين بحسب بيان الجيش السوداني أدي صبابا سارعت إلى نفي قيام عناصر الجيش الإثيوبي بهجوم على عناصر القوات السودانية حيث أكد قائد الجيش الإثيوبي أن قواته لم تهاجم السودان مشددا على أنه لا يوجد أي سبب يستدعي ذلك خاصة وأن البلدين تربطهما علاقات قوية غير أن مصادر عسكرية سودانية أكدت أن الجيش السوداني تصدى لهجوم عند الحدود الشرقية للبلاد نفذته قوات إثيوبية وميليشية أمهر عند الحدود في منطقة الفشقة الصغرى وبحسب ذات المصادر فإن التواغل الإثيوبي الجديد هدفه إسناد كبار مزارع الأمهر وقطع الطريق أمام تقدم قوات جبهة تحرير إقليم تيجراي إلى منطقة بحر دار الإثيوبية منطقة الفشقة التي تشكل أبرز نزاع حدودي بين الخرطوم وأدي صبابا على مدى أكثر من عقدين استقر بها آلاف المزارعين قبل أن تندلع الحرب في إقليم تيجراي العام الماضي ليطالب السودان باستعادة أرضه وهو ما أشعل فتيل الحرب وسيطر الجيش السوداني في ديسمبر من العام الماضي على أراضي الفشقة بعد أن استولت عليها إثيوبيا مدة ربع قرن حيث تتهم الأخيرة السودان بالسيطرة على أراضي إثيوبية وهو ما تنفيه الخرطوم وبالتزامن مع هذه الأحداث أقدم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان على إقالة مدير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش السوداني ومدير المخابرات العامة كما تم تعين أحمد مفضل على رأس جهاز الاستخبارات السودانية تستأنف اليوم إيران والقوى الكبرى المشاركة في الاتفاق النووي المفاوضات في فيينا في محاولة أخيرة لإنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015 وبدأت في العاصمة النمسوية سلسلة تحركات واجتماعات ثنائية وثلاثية عقدها فريق والتفاوض الإيراني في وقت تنخفض التوقعات من نجاحها بسبب تمسك كل طرف بشروطه صمد ثلاث سنوات قبل أن ينسفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بجرة القلم هذه أمضى ترامب عام 2018 على شهادة وفاة اتفاق لزانا الذي وقعت عليه الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى ألمانيا مع إيران عام 2015 لتتحول القدرات النووية الإيرانية وأنشطتها في منطقة الشرق الأوسط إلى مصدر قلق للولايات المتحدة وحلفائها انتهت عهدة ترامب ووصل إلى البيت الأبيض رئيس ديمقراطية كان من مهندسي الاتفاق النووية في عهد باراكوباما جعل جو بايدن إنقاذ الاتفاق النووية ضمن أولويات سياسته الخارجية إنه موعد بداية مباحثات فيينا أربعة أشهر استهلك فيها المتباحثون ست جولات من مفاوضات ماراتونية قيل عنها إنها لم تحقق أي تقدم وميزها تمسك كل جانب بشرط مسبقة يحاول من خلالها تحقيق أكبر قدر من المكاسب من أي اتفاق يبدأ العد التنازلية لسابع جولات فيينا وسط أجواء يصفها مراقبون أنها غير مشجعة ولا تساعد على الوصول إلى أرضية تفاهم أول جولة في عهد الرئيس إبراهيم رئيسي تترنح بين مساعي إيران للتخلص من قيود عقوبات كبلت اقتصادها منذ الفين وثمانية عشر وضمانات بعدم الانسحاب مجددا من أي اتفاق ومساعي واشنطن من جهة أخرى لإنقاذ اتفاق لوزان الذي ترى أن فرص إحيائها ما زالت قائمة رغم التوتر المتساعد بين البلدين ناهيك عن جهود الكيان الإسرائيلية لضم أنشطة إيران في المنطقة وصواريخها الباليستية إلى الاتفاق ما يرجح برأي متابعين صعوبة تجاوز كل هذه العرقيل لتحقيق انفراجة في أزمة الملف النووي الإيراني إلى شأن آخر عقد بمدينة كالي شمال فرنسا اجتماع أوروبي مصغر ضم وزراء داخلية كل من ألمانيا وهولندا وبلجيكا فضلا عن المفوضية الأوروبية الاجتماع بحث تعزيز التعاون بين هذه الدول لمحاربة مهربي المهاجرين غير الشرعيين اجتماع أوروبي مصغر جرت أشغل في كالي شمال فرنسا الأحد لتعزيز مكافحة شبكات تهريب البشر بعد أربعة أيام على أسوأ حادث غرق مهاجرين في بحر المنش الذي يشق الحدود الفرنسية البريطانية ما أدى إلى مقتل سبعة وعشرين مهاجرا هذا الاجتماع الذي استبعدت منه بريطانيا على خلفية إلغاء وزير الداخلية الفرنسية مشاركة ناظراته البريطانية بريتي باتيل بعد تداعيات رسالة رئيس الوزراء البريطانية بوريس جونسون للرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون يطالبه فيها باستعادة المهاجرين الواصلين إلى بلاده عبر البحر فرنسا عبرت عن انزعاجها من تصريحات بوريس جونسون حول تقصير سلطات الإليزي إيجاد حلول لأزمة المهاجرين رغم تقديم بريطانيا أموالا ضخمة للمساعدة في هذا الملف كما شدد جونسون في رسالته على ضرورة أن توافق فرنسا على تسيير دوريات مشتركة عبر بحر المنش لرصد تحركات المهاجرين وتعزيز تعاون الاستخباراتي للقبض على المتورطين في الطرف الآخر يرى مراقبون أن ماكرون بالغ في ردة فعله إزاء القضية باعتبار أن طلبات بوريس جونسون تلخصت في خمسة بنود يمكن تحقيقها بين الطرفين وبحسب آخر الإحصائيات حول طالبية لجوه إلى بريطانيا فقد تعدت الأرقام خمسة وعشرين ألف مهاجر بلغوا أراضي المملكة عن طريق بحر المنش قادمين من فرنسا ملاحظون يرون أن أزمة فرنسا وبريطانيا الأخيرة مفتعلة من الطرف الفرنسي وما هي إلا قطرة في بحر يريد بها الفرنسيون تلويث العلاقات أكثر بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي وما هي إلا سياسة خارجية فرنسية أصبحت تعتمد على استقطاب التوترات مع الدول التي ترها تشكل خطرا عليها واصل المتحور والجديد لفيروس كورونا أوميكرون تشاره في أرجاء العالم رغم أنه لا يزال في أيامه الأولى غير أن العالم دق ناقص الخطر وسارعت دول عديدة إلى فرض قيود على السفر من وإلى جنوب إفريقيا هذا وأكد رئيس جنوب إفريقيا أن بلاده ستعرف خلال الأيام القادمة موجة رابعة وأن معظم الإصابات تعود للمتحور الجديد المتحور الجديد أوميكرون وحسب مدير مركز الاستجابة الوبائية والابتكار في جنوب إفريقيا تعرض إلى طفرات شديدة بشكل كبير على مجموعة غير عادية من الطفرات مؤكدا أنها مختلفة تماما عن المتحورات الأخرى التي انتشرت سابقا ووفق مركز الاستجابة الوبائية في جنوب إفريقيا فإن هذا المتحور يحوي 50 طفرات إجمالية وأكثر من 30 على البروتين الشوكي الذي يحيط بالفيروس منظمة صحة العالمية من جهتها أشارت إلى أن بعض طفرات هذا المتحور ظهرت مع سلالات أخرى كدلتا وألفا وبتا كما أوضحت أن هذا المتحور الجديد يرتبط بواحد من تغييرين رئيسيين عن الإصابة بسلالات تقليدية للفيروس بما في ذلك ارتفاع شديد في العدوى وارتفاع في صعوبة الكشف عنه وفي فعالية التطعيم والعلاجات وتظهر صعوبة نوعا ما في الكشف عنه حتى مع اعتماد فحوصات الكشف السابقة بما أن هذا المتغير لديه عناصر ناقصة في جين الأس الذي يسمح بالتعرف السريع على الفيروس وبالتساؤل عن جدوى فعالية التطعيم والعلاجات وتأثيرها على متحور أوميكرون يقول الخبراء إن اللقاحات المستخدمة حاليا ليست مصممة بناء على خواص المتحور الجديد كما لا توجد حاليا أي بيانات حول قدرة التطعيم على مواجهة هذا المتحور من عدمه فالأمر يحتاج لمزيد من الدراسات حتى يتبين عدد الجرعات اللازمة لتقليل خطره فيما قالت العديد من شركات الأدوية إنها تعمل على تكييف لقاحاتها في ضوء ظهور هذه السلالة الجديدة من كوفيد 19 خبرة الأدوية واللقاحات دانا رشيد نوهت في اتصال سابقا مع قناة الجزائر الدولية نوهت إلى ضعف وقلة المعلومات حول هذا المتحور الجديد وأكدت أن اللقاحات المتوفرة حاليا أقل فعالية من حيث التأثير صحيح لحد الآن المعلومات المتوفرة هي معلومات ربما ضئيلة لكنها توجه العلماء وتوجه الجهات المعنية المعلومات تشير كما ذكر في التقرير إلى أن هناك أكثر من 32 طفرة على البروتين الشوكي ما يساعد على انتشاره بسرعة أكبر وما يجعل ربما اللقاحات المتاحة حاليا أقل فعالية كونها مصممة لاستهداف البروتين الشوكي أو بروتين سمبولا أو بروتين سبايك ربما علينا الانتظار أكثر لكي نرى كيف سينتشر الفيروس وكيف سيصيب المطعمين وعن وطيرة انتشاره قالت الخبيرة دانيا أرشيد أن المتحور الجديد أوميكرون يتسم بسرعة الانتشار في الأوساط مما يتطلب المزيد من الحذر والتقيود أكثر بالإجراءات الوقائية حدثت أيضا تقارير ربما مبشرة بعض الشيء من جنوب أفريقيا من بعض الأطباء ومن بعض المستشفيات إلى أنه كل المصابين لحد الآن بأوميكرون لا يوجد عندهم حالات حدة أكثر من متحور دلتا ولا توجد حالات دخول إلى المستشفى أكثر ولا وفيات إلى أنه سريع الانتشار العدوى أكثر فربما إذا كانت صحيح بالرغم من أنه سيصيب الناس بسرعة أكثر ولكن ربما إذا كان أقل حدة في الأعراض فهذا أفضل لأنه ما يخوف بكورونا عموما هو عندما تزيد خطورة الإصابة فيه ويتطلب الدخول إلى المستشفى وإنهاك القطاع الخاص أو الوفاة جراء كورونا أما إذا أصاب الإنسان وبقيت الأعراض في الحدود المعقولة فهذا لا يخيط وبالنسبة للقاحات الآن مع المنصات الرقمية الموجودة والتكنولوجيا السريعة أصبح من السهل تعديل اللقاحات بسرعة أكثر لتواكب السلالات الجديدة في الاقتصاد أعلن تحالف أوباك بلاس تأجيل اجتماع اللجنة الفنية المرتقب الخميس بدلا من الثلاثاء المقبل لدراسة مصاري سوق النفط لإعطاء اللجان المزيدة من الوقت لتقييم أثر انتشار سلالة كوفيد الجديدة تتجه منظمة الدول المصدرة للبيترول وحلفاؤها نحو التخلي عن خطط زيادة إنتاج النفط خلال الأسبوع المقبل تتسع رقعة تفشي سلالة أوميكرون الجديدة وتتفاقم معها مخاوف المستثمرين بشأن ضعف الطلب لتعزز من التوقعات بتوجه منظمة الدول المصدرة للنفط أوباك وحلفائها لاتخاذ قرار بالتخلي عن خطط زيادة إنتاج النفط خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل الانهيار الحاد في أسعار الخام لأدنى مستوى لها منذ قرابة ثلاثة أشهر في أسوأ أداء يومي لها منذ عام ونصف معطيات من شأنها أن تدفع بالكارتل النفطي للتراجع عن خطة تتضمن ضخ أوباك وشركائها أربعمائة ألف برميل أخرى يوميا للسوق شهر جونفي القادم في ظل سعيهم لاستعادة الإنتاج الذي توقف خلال انتشار الوباء العام الماضي وهنا تنقل وكالة رويترز عن من دوبين طلب عدم الكشف عن هويتهم أن المجموعة تدرس بالفعل قرار التوقف عن الزيادة مؤقتا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة ومستهلكون آخرون الإفراج عن مخزونات النفط للحالات الطارئة الإثنين الماضي توجه سبقته تحذيرات سعودية بلسان وزير المملكة للطاقة عن عودة أسواق النفط الخام العالمية لتسجيل فائض في العرض خلال الشهر المقبل بتزامن مع تعرض الطلب للخطر بسبب حالات العدوة الجديدة وضع دفع بكبريات بنوك الاستثمار الأمريكية والبريطانية لوصف عودة تحالف النفط إلى خيار خفض الإنتاج ضمن السيناريوهات المنطقية والممكنة بالنظر لتفاقم الحالة الوبائية وهشاشة الطلب العالمي على الطاقة توقع الرئيس الأمريكي جو بايدن انخفاض أسعار الوقود قريبا في أعقاب شروع الولايات المتحدة الأمريكية في سحب جزء من احتياطاتها الاستراتيجية بايدن وفي تغريدة نشرها على تويتر أكد أن اطلاق الاحتياط الاستراتيجي سيخفف ذهوط الأسعار متعهدا أن الأمريكيين سيشعرون بانخفاض أسعار الوقود قبل وقت ليس بالبعيد على حد تعبيره في شأن طاقوي آخر أعلن مدير الشركة الوطنية الإيرانية للنفط عن محاولة طهران استعادة الطاقة الانتاجية للجمهورية الإسلامية من النفط في مرحلة ما قبل العقوبات الأمريكية المسؤول الإيراني ذكر أن بلاده تسعى لبلوغ مستوى خمسة ملايين برميل نفط يوميا على أن تصل الطاقة الانتاجية من الغاز إلى مليار ونصف مليار متر مكعب يوميا خلال العشر سنوات القادمة تفقم حجم المديونية العامة في المغرب ليصل إلى مستويات غير مسبوقة تجاوزت 77% من الناتج الداخلية الخام مستوى وصفته السلطات المغربية بالمقلق معتبرة اللجوء للإستدانة الخارجية بالسبيل الحتم لسد الحاجيات التمويلية لموازنة الدولة العام المقبل تتهى مؤشرة الاقتصاد الكلي في المغرب بتفاقم عجز الميزاني الذي سجل مستويات قياسية غير مسبوقة نهزت الخمسة في المئة من الناتج الداخلي الخام مؤشرة سلبية وإن حاولت حكومة عزيز أخانوش الجديدة بالتخفيف من وطأتها عبر طرح مسودة مشروع قانون موازنة للسنة المقبلة إلا أن ارتفاع حجم المديونية العامة إلى مستوى وصفته وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية بالمقلق يحد من الخيارات المتاحة أمام الرباط لتغطية دين عام يمثل أكثر من 76% من الناتج الخام الداخلي للمملكة وضع اقتصادي هش يضع المملكة أمام حتمية اللجوء للإستدانة كسبيل إجباري لتغطية عجز متفاقم بلغ درجة فشلت معها خزينة أمير المؤمنين في تزديد أجور الموظفين وهنا تتوقع الرباط اقتراض أزيد من 11 مليار دولار بعنوان السنة المقبلة باللجوء إلى السوق الداخلية لجلب نحو 9 ملايار دولار على أن تستدين نحو مليار ونصف المليار دولار من هيئات مالية دولية أرقام معلنة وأخرى مخفية أجبرت السلطات المغربية للتوجه نحو خيارات تعترف المسؤولة الأولى عن قطاع المالية في المملكة أنها صعبة بتوجيه نفقات الدين حصرية لتغطية نفقات غير قابلة للتقليص بما فيها نفقات الموظفين والتسيير في الرياضة تتجه اليوم الأنظار إلى العاصمة الفرنسية باريس بمناسبة حفل جائزة الكرة الذهبية والتي تعود بعد غيابها لأول مرة في تاريخها العام الماضي وتعود الجائزة التي ينتظر فيها عشاق كرة القدم معرفة المتوج على عرش أفضل اللاعبين في العالم وسط غموض كبير بسرع كبير ومنافسة أكبر تعود جائزة الكرة الذهبية لتصنع الحدث وتشد أنظار العالم بأسره فعشية الإعلان الرسمي عن عريس الكرة العالمية لا يزال الوضع غامضا بشأن اللاعبين الذين سينالون شرف الصعود على المنصة وبخصوص الفائز بلقب أحسن اللاعب في العالم لسنة 2021 وإن كانت بعض المصادر والتسريبات تتحدث عن فوز سابع للأرجنتيني ليون الميسي إلا أن بداية موسمه المحتشم مع فاريس جرمان قد تغير موازين القوى لصالح منافسين يستحقون التتويج بأرقام فلكية ومستويات رائعة على غرار هداف باير ميونيخ روبرت ليفاندوفسكي وقائد ريال مادريد كاريم بنزيمة ومحمد صلاح الذي يؤدي بداية موسم استفنائية مع ليفر بول اسم لعب خط وسط تشيلسي جورجينيو تم تدوله هو الآخر بعد فوزه بلقب رابطة أبطال أوروبا مع البلوز وكأس أمم أوروبا مع المنتخب الإيطالية شأنه شأن جولو كونتي الذي أبدع وتألق خلال سنة تعددت فيها الأسماء والنجوم التي أضاءت سماء الكرة العالمية منافسة شديدة وصراع محتدم وقبل ساعات من الإعلان الرسمي عن صاحب لقب أفضل لعب في العالم ليس من السهل إطلاقا توقع الترتيب العامل المسابقة لتكون مهمة ميس صعبة أكثر من أي وقت مضى للحفاظ على لقبه وعرشه وسمعته كنجم نجوم الساحرة المستديرة يختبر الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا تقنية التسلل التلقائي وهي تقنية جديدة تستخدم لأول مرة خلال كأس العرب المزمع انطلاقها غدا ثلاثاء في اختبار أولي قبل استخدامها المحتمل في كأس العالم قطر 2022 التقنية تعتمد على تعقب الكاميرا والحسوب لحركات اللاعبين وكذلك الكرة وتترك القرار للذكاء الاصطناعي ليحدد حالات التسلل وفي الختام الموسيقار أحمد مالك أهم من قدم الموسيقى التصويرية بالجزائر عرفته الأجيال عبر موسيقى الأفلام الأكثر شهرة في تاريخ السينما الجزائرية ترك أعمالا تشهد على مصاره الفني المتنوع بين تأليف الموسيقى وقيادة أوركسترا أحمد مالك ظاهرة موسيقية اتسمت بالجودة والخصوصية في عالم تأليف الموسيقى التصويرية ولد في سادس مارس عام 1931 بالجزائر العاصمة التحق بالمعهد الموسيقي سنة 1942 ومع حلول سنة 1947 انخرط أحمد مالك في الجوق العصري للإذاعة الوطنية تحت قيادة مصطفى سكندراني كما كان يتعامل مع بعض الفنانين والفرق الجزائرية موزعا موسيقيا قبل أن يؤسس في منتصف القرن الماضي فرقته الخاصة عقب الاستقلال سطع اسمه كأحد أبرز مؤلفية الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام التي أخرجت في تلك الحقبة أجاد بأدوته الموسيقية وثقافته الراقية في التعبير عن كثير من مضامين هذه الأفلام مهتما بكل دقيقة وجزئية في صيرورة الخط الروائي لها جاعلا من المشاهد يندمج بكل مشاعره مع أحداث الفيلم ومن روائع أحمد مالك موسيقى فيلم عطلة المفاتش الطهر ليلة وآخواتها مغامرة بطل وسقف عائلة ورحلة شويطر وأشهر عمل قدمه للتلفزيون كان مسلسل الحريق كما عمل الفنان مع التونسيين من خلال فيلم عزيزة سنة 1970 لتنطفئ شمعة أضاءت صناعة السينما في الجزائر سنة 2008 نهاية النشرة شكرا لكم في أمان الله